يسعد صباحكم مشاهدينا وفي ثاني فقراتنا نتحدث اليوم عن مرض شائع عند الأطفال وهو مرض اللثة أسبابه كثيرة ومتعددة وأعراضه مؤلمة ومزعجة نقدم اليوم نصائح للأهل لكيفية التعامل مع أطفالهم في حالة حدوث التهاب ونطرح أيضاً عدد من الأسئلة على أخصائي الطب وجرحة الأسنان الدكتور أحمد نزل يسعد صباحكم يسعد صباحكم كيف أصباحك؟ الحمد لله تمام يعطيك ألف عافية دكتور نعم كل عام وأنتم بخير وأنتم بألف خير يا رب تمنى دكتور عن الأطفال الصغار هؤلاء اللي دائماً بسببوا مشاكل لأهلهم دائماً مشكلة للأطفال دائماً مشكلة هو السبب الرئيسي في المشاكل عند الأطفال إنه يعني في الشيء واع كبير عند الأهل إنه شو المشاكل ممكن يتعرض لها الطفل وكيف يقدروا يحلوا هذه المشاكل قبل ما تصير بطرق وقائية أو بطرق علاجية إذا صارت هذه المشاكل نعم من أبرز المشاكل اللي هو رح نحكي اليوم عن التهاب اللثة عند الأطفال شو أبرز الأسباب اللي ممكن تسبب هذه المشكلة التهاب اللثة عند الأطفال بتصير من مرحلتين رئيسيات المرحلة الأولى أو السبب الأول إنه هو بصير عن طريق بكتيريا اللي هي اللي بتعمل التسوّس البكتيريا هذة اللي موجودة بالتم هي موجودة عند الكبار أو عند الصغار بتصير عند الصغار بنسب شوي أعلى لأنه آلية التنظيف بتكون شوي ضعيفة عند الأطفال وكمان مشكلة للأطفال حتى بنطف أسنانه كتير من الأهد بجهلوا هاي المال بالضبط يعني هاي لازم نحكي فيه موضوع التنظيف عند الأطفال يعني سبب رئيسي إنه بتزيد عند الأطفال لأنه باكلوا كمان سكريات وأكلهم غير صحي بيكون في بعض الأحيان حتى الحليب نفسه موجود فيه سكر بالضبط فهي إحدى الأسباب المسبب الرئيسية للتهاب الليثة اللي هي نفس البكتيريا اللي بتعمل التسوّس الأسنان هي نفس البكتيريا اللي بتعمل التهابات الليثة لو نحكي شوي عن دكتور عن الفرق بين التهابات الأسنان والتهابات الليثة البكتيريا هي بشكل عام بكتيريا وحدة ولكن هي بتترسب وبتتكون على طبقة اسمها بلاك هاي الطبقة بتكون لازجة ومتكون على أسطح اللثة وعند أسطح الأسنان هلأ هذي إذا أهملوها الأهل وما نظفوها للطفل بتكلس وبتصير مستوطنات للبكتيريا بكميات كتير أكبر وطلقاء بتصير التاكل في السن هذا بصير قسم التسوّس للأسنان ولكن إذا ضلت متركمة حولين اللثة هون بتعمل التهاب لللثة وبتلاقي أعراض التهاب لللثة إنها حمراء وبتنزل دام ونافخة بصير في كمان ألام أكيد الأطفال طبعان هذا الألام بتكون يعني واضحة عند الطفل هذا هي الفرق بين السنان واللثة لو أيدا نتحدث عن المشكلة ممكن اللي بتسببها هي عدم الإعتناء خلينا نفكيها أكيد عدم الإعتناء لكن كيف نقدم نتصح الأهل من أي عمر يعود أطفالهم على تفريش الأسنان يعني رح تستغرب إنه من أول شيء لازم نعرف إحنا قسم كيف بصير الأسنان بكيف بتكونوا بأي مرحلة بتطلع لازم يعرف الأهل إنه على ست أشهر نص سنة ببلش يطلع أول سن عند الطفل هذه القاعدة زايدة شهر ناقصة شهر عند الأطفال لكن متعرف عليه خلال ست أشهر لازم الأسنان تبليش تطلع من ست أشهر إلى سنتين ومص كل الأسنان اللبنية بتطلع فهون يعني لازم الأهل يحتموا في الأسنان اللبنية من ست أسنين إلى تلاتاشر سنة بتصير مرحلة التبديل تبديل الأسنان خلينا نتحدث عن الأسنان اللبنيات نعم كتير بهملوها للأسف بأكلك هوا رح يسقطوا الأسنان ويتبدل بس بالآخر يعني عبين ما يكتمل تبديلهم كامل رح يوصل الطفل عمره يصير تلاتاش واثناشر سنة ففش معقول إنه يضلوا يعاني لعبين ما يصير عمره تلاتاشر سنة عبين ما يطلعوا فلاهم بزبط فلا هذول الأسنان لسه لبنيات موجودات باستخدمهم فلازم يصلحهم ويدير بالو عليهم أما من ناحية قلية التنظيف بتبلش من أول ما يطلع الأسنان اللي هي على نص سنة بس كيف بساعدوا الأهل بتنظيف الطفل باستخدام يعني أطن مبلول أو شاش مبلول أكيد مش بفرشاي بمسحوا بعد كل مثلا رضعة أو كل وجبة بمسحوا الأسنان في بسمي مش لازم استخدموا معجون أسنان ممنوع نهاية تمام أما من عمر سنة لازم يبلشوا علموا طفلهم كيف يستخدم الفرشاي بيختاروا له فراشي تحفز الطفل نعم بس ممنوع برضو معجون الأسنان يعني من عمر سنة حتى هناك معجون الأسنان تحفز الطفل بس يعني بعد السنتين منبلش إحنا نستخدمهم وبكميات معينة جدا بس بين السنة والسنتين يعني ما بفضل يعني جواته مواد فيها فلورايد وهذا بيكون الطفل بين السنة والسنتين لسه جسمه مش مهيئ كتير انه يستخدمه بزبط كافي انه يستخدم بس يمسحول له سنانه وينطفوله ويعلموه انه كيف يمسكها تصبح عادة من عادات الأطفال هي تكون عادة أكتر بس ما بعد السنتين خلص لازم ندخل في مرحلة استخدام خيط الأسنان للطفل الأهل اللي يستخدمونه خيط الأسنان هذا ايش كتير مهم احنا الكبار عنا في البلد معظم الكبار ما بيستخدموا ولازم يستخدموا بلش ومعجين الاطفال ولكن بمعايير تكون اقل حتى من كمية حبة الازم حوزاكي احنا نناقله حوزاكي احنا موغر كمان للاطفال بعملوه بألوان ونكهات اللي عودوهم على تفريش الاسنان لو نتحدث عن تنظيف الاسنان مثلا بعد اي وجبات مهم جدا ان ننظف الاسنان يعني اهم دائما مرحلة انه الوحد ينظف الاسنان هي فترة الليل ولكن يعني كحدد ادنى لازم صبح وليل هم مرتين في الانهار لازم مرتين مرتين كافيات خلال الانهار بس المرة الرئيسية والمهمة اللي هي بالليل قبل النوم بعد اخر وجبة لازم يفرشوا للطفل وينطفولوا اسنانه عشان هاد المرحلة اللي هي مرحلة النوم تنشط فيها البكتيريا لانه كمية اللعاب بتقل افرازها في التوم واللعاب هو زي ما بنعرف الغسول الفما والرئيسي في التوم فهي اللي بتساعد في تنظيف وتقليل كمية البكتيريا بس يوتما فترة النوم ما ينشط اللعاب فتلقائي بتنشط البكتيريا وهون اذا ما نضفوا الاهد بتصفي بتزيد التسوسات والالتهابات الليثة نعم لو نتحدث كمان عن انواع التهابات الليثة في انواع مختلفة في نوعين رئيسيات التهاب الليثة الاولى اللي هو زي ما حكينا من البكتيريا اللي هي مسببة للتسوس بس النوع الثاني وهذا اشي كتير مهم هذا ما بصير من بكتيريا هذا بصير بسبب فترة تبديل الاسنان او خروج اسنان جديدة سواء الاسنان الليبنية او بروز الاسنان الدائم اللي بدها تطلع في مرحلة التبديل بصير السن الليبني السن الدائم بصير يبلش يطلع يصير يدوّب جذور الليبني ويصير يدوّب العظم المحيط ويصير يفتح في الليثة عشان بده يطلع منها وهاي هون بتصير الاعراض اللي هي اعراض التبديل او اعراض بصير مثلا انتفاخ محل السن محل الليثة مرات بنزل دام بيكون مؤلم ما بيقدر يأكل على هاد المنطقة يعني بصير اعراض سخونة بصير اعراض مرات شوية اسهال عند الطفل كيف نقدر نتعامل مع هاد الموضوع دايما بمسكنات و بمخدرات موضعية كجل نحطه على منطقة الأسنان اللي بتطلع ولكن اذا ما خلال يومين ثلاثة تجاوب الطفل في المسكنا وفي الجل اللي اللي بنحطهم لازم يدخل طبيب الأسنان ممكن ينجأ لها جراحة مثلا؟ يعني مرات بنحتاج جراحة منساعد انه يطلع السن مرات بساعد انه بفتح اللثة شوية لانساعد السن مثل نمط أيضا السن العقل عندما يطلع عن الكبير ايه 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 كبير بسهما ايه اتعرضوه الاطفال وهم في مرحلة التبديل او ما قبل التبديل اللي هم السنان الليبانية وبالنسبة لأول نوع من أنواع التهابات اللثة اللي هو من ناحية البكتيرية البكتيرية هاي اول الشكل الوقائي الذي هو التنظيف والاعتناء هنا يقلل نسبة البكتيريا وتلقاء هذه الالتهابات بتعرض لهاش الطفل ولكن لنفرض انه صارت موجودة هنا لازم يدخل طبيب الأسنان بساعة طبيب الأسنان اذا كان الالتهابات لثة في انه بيستخدم ادوات خاصة بنظف فيها اللثة وبيقيم كل الترسبات الكلسية ولكن اذا صارت تسوسات انتقلت هذه الالتسوسات هنا يعني على الطبيب انه يحفرها وينظفها ويحافظ على الاسنان اللبنية نعم في حال التسوس للأطفال اللي عم بيبدل لسة أسنانهم من اللبنية للأسنان الدائمة هل هذا التسوس ممكن يؤثر على السن الدائم؟ بصير لأنه ممكن جدا لأنه هذا هاي غرفة نعم التم هو غرفة وفي لعاب وفي أكل ممكن التسوسات عن طريق اللعاب والسوائل تنتقل البكتيريا من سن لسن أو من سن تعدل لجنبو وبيكون سن مرت لبني وجنبو سن دائم وهذا ممكن يعد الطبيعي اللي هو إنه يفحص الطبيب وفي نفس الوقت يقيمو حاجز الخوف اللي بيكون موجود عند الطفل أكيد أنهم رهبة من أطباء الأسنان الكبار بخافوا ما بالك لزار صحيح يعني دائما نتمنى إحنا طبعا السلامة للجميع شكرا لك دكتور يسعد صباحكم كل عام ونتو بخير منتو بألف خير يا رب مشاهدينا هيك نكون وصلنا لختم حلقتنا أنا إن شاء الله بلقاكم الأسبوع المقبل إفطارا هنيئا وصيما مقبولا نوكل عام ونتو بألف خير موسيقى